السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظلاب الصفة الثاني إلى عدد نبدأ بعون الله نموذجا للأعرب النموذج الأول قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبا فبأي الفاء هي الفصيحة لأنها تنم عن شرط مقدر والتقدير وإذا كان ما ذكر حاصلا وواقعا فبأي آلاء ربكما تكذبا فبأي الفاء هنا أفصحت ولذلك هي الفصيحة لأنها تنم عن شرط مقدر الشرط ما الشرط هنا كأنه سبحانه وتعالى يقول إذا كان ما ذكر من ذكر النعم التي ذكرها الله في سورة الرحمن إذا كانت كل هذه النعم التي ذكرت حاصلة إذن فبأي آلاء ربكما تكذبا تمام ابقى الفاء هي الفصيحة لأنها أفصحت ونمت عن شرط مقدر فبأي الباء وحرفه جر الباء طبعا حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب فبأي أي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة والجار والمجرور بأي دي والجار والمجرور متعلق بمين بتكذبان وأي مضاف فبأي آلاء يعني بيعرب دي معنى بعدها أي مضاف طيب فبأي آلاء مضاف إليه فبأي أي آلاء مضاف إليه مجرور وعلامة جره طبعا الكسرة الظاهرة تمام فبأي آلاء ربكما تمام إضافة تاني دي فهو أيضا مضاف وربكما ربي مضاف إليه مجرور تمام وعلامة جره طبعا الكسرة الظاهرة فبأي آلاء ربكما وهو مضاف تمام والكاف ضمير ربك رب طبعا والكاف ربك ما تمام اللهم الإنس والجن والكاف ضمير مبني على الضم في محل جره والميم وعماد يعني الميم دي لماذا صميت الميم مع معماد لأن الألف بتاعت التثنية تعتمد عليها للاتصال بما قبلها من إيه من إسم أو فعل كأنها تعتمد عليها وتقربا في رأي تاني بيقولون هما الاثنين للتثنية يعني بتبقى الميم والألف مع بعض وفي الرأي اللي هو هنا إنها الميم عماد والألف إيه للتثنية طيب تكذبان واضحة طبعا تكذبان فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم طمام بس شبكت فيه وأعلامة رفعي طبعا ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة طمام الأفعال ايه الخمسة وألف الإثنين ألف الإثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل تكذبان من البكذبان الإنس والجن كذبان في محل رفع فاعل وجملة تكذبان دي كلها لا محل لها من الإعراب لأنها جواب إذا المقدرة تمام جواب إذا المقدرة نقول علي فوق دي وإذا كان ما ذكر حاصلا واقعا فبأي ألاء ربكما تكذبا تمام ده بالنسبة لنموذج الإعراب الأول فبأي ألاء ربكما تكذبان طيب النموذج الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به طبعا كتاب الحديث النبوي في عرابه أيصر من الآية لا يؤمن أحدكم لا طبعا نفي حرف نفي مبني على السكون لا محل له من العراب لا يؤمن طبعا يؤمن في المظارع فعل مظارع مرفوع لتجرده من الناصيب والجازم وعلى مترفعه الضمة الظاهرة لا يؤمن من اللي لا يؤمن أحدكم يبقى هو الفاعل أحد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف أحدكم وكم ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف إليه أحدكم والجملة في محل نص مفعول القول جملة دي كلها لا يؤمن أحدكم يت Lorbe مفعول للقول لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى حرف جر مبني على السكون لا محل له من العراب حتى يكون حتى يكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة يعني كأنه بيقول حتى أن يكون بعدها حتى وعلى متنصبي الفتحة الظاهرة طبعا كان دي واخواتها معروفين بيعملوا ايه بيرفعوا الاسم وينصبوا ايه الخبر حتى يكون من اللي حيكون هواه يبقى ده اسم كين اسم كان يبقى هوا اسم يكون اللي هو كان دي اللي طبعا تصريفها يكون هنا مرفوع وعلامة رفعية الضم المقدرة ايه اللي منع من ظهورها اللي بيجت مقدرة منع من ظهورها التعذر زي حرفحها يعني وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبنيون على الضم في محل جر مضاف لهواه حتى يكون هواه تابعا ده الخبر كده خبر يكون منصوب علامة نصبي الفتحة الظاهرة وأن المضمرة وجوبا وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بحتى وأن المضمرة وجوبا اللي قلنا أن يكون دي وما بعدها أن يكون هواه تابعا ما لهم وما بعدها في تأويل مصدر مجرور تأويل مصدر ايه مجرور بمين بحتى حتى يكون هواه تابعا لما جئت به لما اللام طبعا حرف جر مبني على الكسر لا محل له من العرب ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم موصول يعني يعني كنا بقول حتى يكون هواه طبعا للذي يعني اسم موصول بمعنى اللذي جئت جاء طبعا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر طبعا عشان التالي دخلت عليه والتالي ضمير مبني على الضم في محل رفع فعل لما جئت به الباء هرف جر مبني على السكون لا محل له من العرب والهاء به ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر عشان البال قابلي والجر المجرم متعلق بمن بجئته جئت به وجم لتجئت به لا محل له من العرب صلة اسم الموصول ترجمة نانسي قنقر